طيب أيمن خلينا ناخدك بقى للتحليل أداء المطشين المطشين مختلفين شوية مطش بوركينة عملنا شرط عالمي الشرط الأول وضغطنا وجبنا جنين بسرعة وكان شرط حلو قوي بعدين شرط التاني شوية الأداء نزل مطش غينية العكس الشرط الأول كنا عادي يعني برضو شاكنا لسه بين جس النبض مع منتخب غينية بساو سجل في مرمنا هدف لقينا شرط تاني عالمي ومسكنا الكورة واستحوزنا وروحنا للجون كتير وسجلنا وكلنا ممكن نكسب المطش السؤال ده مهم جدا السؤال ده هو المرحلة اللي جاية أو إجابته هي المرحلة اللي جاية يعني إحنا لما نيجي نحلل المطشين دول وناخد منهم النقاط الإجابية وناخد منهم كابتن حسين ممكن يدخل في أنهي لين أو أنهي لين الفترة اللي جاية في إعداده المنتخب مصر عشان خطر يبقى رجع له الهوية الواضحة بتاعته يجي يقول لنا إن إحنا العمل المشترك ما بين الشوت الأول اللي جاية قدام بوركينة والشوت الثاني اللي جاية قدام جنيا بيساوي هي خطة 3-5-2 أو 3-4-3 بالمشتقات بتاعتها طيب ده معناه إيه؟ ده معناه إيه؟ أو ليه كابتن حسين لجأ لده؟ أنا بحاية كابتن حسين نلعب 3 وراء يعني نحن نلعب 3 وراء ليه بقى نلعب 3 وراء؟ أنا بحاية كابتن حسين أنه هو لما فكر في 3 قدامه انتخب بوركينة فاسو أنه هو حررت رزيجيه الراجل كان حر والفكرة بتاعته نجحت وسجل هدفين فبالتالي لازم نديك سيبلك مطش بوركينة ما كانتش عندنا ظاهر أيصر ما هو ربا صدفة مخير من الأم ما كان عندنا ظاهر أيصر كابتن حسين لعب 4 محمد حمدي في مطش التاني تمام ما هنا نرجع بقى تاني لما جينا بقى قدام غنيا بساوي لعبنا برضو 3 يعني لقى أن كان محمد حمدي هو اللي كان واقف وراء مع الاتنين سنتر باكس سواء رامي ربيع أو محمد عبد المنى وكان برضو رجعت في الشروط التاني لفكرة 3 زيزو جناح جناح حواسط أيمن أنت لقيت مكان لتريزيجيه ولقيت مكان كده لزيزو عشان خطر تقدر تستغل فكرة تواجد مرموش في بعض الأوقات أنك أنت تدي أدوار إيجابية أو أدوار هجومية لإمام عشور أو نصر ماهر جب محمد صلاح تحت مصطفى محمد وبالتالي بقى أنت عندك زخم هجومي وشكل مميز لمنتخب مصر إحنا عايزين نبقى متفقين إن إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في مركزين مركز الظاهير الأيمن ومركز الظاهير الأيصر ما عندناش اللعيبة العالية جدا طبعا أحمد فاتوح بالعيب مهمة جدا إن شاء الله عودته تبقى مفيدة لكابتر حسام حتى على مستوى البودلاء لكن أنا بتكلم أن في خطة 3 دلوقتي مع العناصر اللي موجودة هي أكتر حاجة ممكن تلائم الطبيعة اللعيبة اللي موجودة في الوقت الحالي أنت ما عندكش باك يمين يقدر يقدم لك الإضافات العظيمة أو الإضافات الهجومية في أربعة وكذلك في مركز الظاهير الأيصر شفنا مستوى محمد حمدي حتى ده كان برضو كان موجود برضو في وقت رويف فيتوريا فيه بطولة أم المفرق فأنت عندك الأظهرة فيهم عندهم مشكلة فدي نقطة مهمة جدا كابتر حسام أتمنى أنه هو لو بيحلل المطشب بتاعته أكيد طبعا بيحللها بس أنا أتمنى أنه هو ياخد اللين دوت أو الفكرة ده ويبتدي يشتغل عليها ثلاثة يعني آه طبعا ثلاثة أربعة ثلاثة ثلاثة أربعة ثلاثة لأنه كمان أنت فيه لعيب مهم جدا اسمه محمد سيد زيزو ده لعيب مهم جدا جدا منتخب مصر وهو كان طول الفترة اللي فاتت مش عارفين نوظفه شواء بنحاول نلعبه تماني طب محمد صلاح يدخل وهو يطلع طب هو اللي يختارك من مركز ثماني طب في ثلاثة خمسة اتنين برضو بيحاول يختارك لكن أنت أفضل أداة أنا شفته خمسة أربين دي لأحمد سيد زيزو على المدار السنتين اللي فاته في منتخب مصر كان الخمسة أربين دي اللي قدام غينيا بيساو فأنا شايف أنه خطت ده لما الشهد التالي لما لعب زهير أيمان بالضبط كده جناح وسط أيمان فبالتالي أنت عندك دلوقتي يعني طبعا بغض النظر أنت حقات الفوز على بركينا وحقات الفوز أو تعادلت مع غينيا بيساوي متصدى المجموعة لكن أنت حطيت إيدك على الفكرة الأساسية اللي أنت بعد كده لما تيجي تستدعي للعيبة هيتبقى اللعيبة دخلة في حاجة سهلة جدا بالنسبة لها مريحة جدا بالنسبة لها واللعيبة كلها هتبقى قادرة أن هي تدخل في المجموعة أو المجموعة كلها تقدر تدخل في الفكرة اللي أنت نجحت بيها في مطشين لكن في حاجة مهمة جدا بقى بالنسبة لإيجابيات بالنسبة للسلبيات لازم كابتن حسام ياخد باله من حاجة مهمة جدا السبب الرئيسي في التراجع البدني اللي حصل قدام منتخب بركينا وده اللي أثر كمان شهود تاني آه طبعا وده اللي أثر كمان في المرات غينية بيساوي أعتقد ده كان تفكير كابتن حسام فكرة توزيع الجهد البدني أنت توزيع الجهد البدني ما بقنا جامد جدا ماشي بركينا فهتأثرنا شهود تاني هي الحلوة أنك أنت بدأت قوي جدا واستغلت عمل الأرض وعمل الجمهور وقدرتك تسجل هدفين في أول ثمان داقة فأنت مش محتاج أكتر من كده كابتن حسام المنتخب محتاج أنه يعمل نوع من الأنواع الاستحواز السلبي أنك أنت تحاول تمرر كرة أو أنك أنت تخلي اللعيبة تستحوز على الكرة بشكل كبير وأنك أنت تطلع المنافس خصوصا من مناطق الدفاعية خصوصا لما تيجي تلعب مطشين في صرف أربع أو خمس أيام يكون فيه ما بينهم أيام صفر فمش بالتالي فأنت مش محتاج أنك تخلي الرتم عالي جدا جدا طول التسعين دهية لأن دوت هيتعب اللعيبة كمان مع خطة تلاتة أربعة تلاتة لو أنت اعتمدتها أو تلاتة خمسة دهية آه هتبقى فيه عندك لعيبة هبقى عندها الحمل البدني أو الشق البدني عندها هيبقى فيه تحميل زيادة فضلا شايف فيه لعيبة تأثرت بالجهد المبزول في مطش بوركينا في مطش غينية تريزيجي 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 تحديدا تريزيجي لأنه عمل مجهود رهيب في مبارات بوركينا كمان توضعية مكانه برضو أثرت عليه كتير جدا فبالتالي هو تريزيجي كان أكتر واحد أنا شكت شايف أنه هو أكتر واحد كان متأثر في المبارات غينية بساو آه نرجع كمان بقى للجزء الشق الدفاعي أو فكرة تلاتة الأخطاء الدفاعية اللي حصلت طبعا هو خطأ مركب لكن احنا مش عايزين مش هنسترس على اللعب معين لكن هو الخطأ ده كان ممكن يخلص بمنتهى سهولة فاول تكتيكي في وسط الملعب كانت الكرة ما بين رامي ربيعة ومحمد صلاح بعد كده الكرة بدأت تتقدم لقدام محمد هني كانت مركزه أنا شايف أنه هو كان سيء جدا ما عملش الضغط ما حاولش أنه يكمل مع ماما بلدي اللي هو الراجل اللي جاب الجون لأن رامي ربيعة لو أنا طبعا الناس قلت لها بسط على رامي ربيعة أنه هو كان عمل الكرة أو حاول أنه هو شتت الكرة وكرة خبطت وراحت لاماما بلدي لكن أنت لما تيجي ببص نرامي ربيعة جاي من منطقة الجازاء وقاطع الملعب كله خلاص هو كان نفسه خلص لكن أنت كان عندك محمد هني ويعتقد ده كان سبب مهم جدا كابتن حسام وأنا بحقي عليه أنه هو خرج محمد هني بين الشتين سواء للخطأ المباشر أنا شايف أنه هو يتحمل نسبة كبيرة تكاد تكون مساول لرامي ربيعة أنه هو غيره ولعب زيزه جناح وسط يمين